تشهد معارض أهلاً رمضان المقامة داخل المجمعات الاستهلاكية إقبالاً متزايداً من المواطنين مع اقتراب الشهر الفضيلة ويمكن للمواطن الحصول على احتياجاته التي تضخ يومياً بالمجمعات الاستهلاكية بتقفضات تتراوح ما بين 20 و 30% من خلال ما يزيد عن 1300 مجمع استهلاكي حكومي على مستوى محافظات الجمهورية يمكن للمواطن الحصول على احتياجاته التي تضخ يومياً بزيادة تصل إلى 50% وبتقفضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% وذلك بتوجيهات رئاسية كان التعليمات أننا لازم نخفض أسعارنا وبالفعل مخفضنا حد 25 أو 30% عن أسعار السوق المقارن تم دخل كميات السلعة من خلال 1300 منفذ التابعين لشركات الشرق القبضة أقبال متزايد من المواطنين مع اقتراب الشهر الفضيل على شراء المنتجات الغذائية واللحوم فضلاً عن المستلزمات الرمضانية وذلك من خلال معارض أهلاً رمضان المقامة داخل المجمعات الاستهلاكية بنقدم جميع سلعة رمضان الشركة العامة عاملة تخفضات تتجاوز 25% من جميع السلعة الغذائية عندنا كاراتين رمضان بأسعار مخفضة عندنا جميع أنواع اليميش بتاع رمضان عندنا جميع أنواع الزيوت عندنا الماكرونة عندنا الدقيق بكميات تزيد بتخفيض تزيد عن 25% من السلعة الرمضانية ما فيش حاجة مش موجودة والأسعار طبعاً غير الأول بكتير والله اللحوم هنا اللي بتعرضها للوزارة اللحوم مناسبة وسعرها مناسب وبيعرضوها بسعر كويس جداً فيما توفر المنافذ شنط وكاراتين رمضانية تبدأ من 52 جنيهاً وكبونات بفئات أولها 20 جنيه حتى 200 جنيه تحركات حكومية مستمرة لتوفير السلع للمواطنين تكفي احتياجاتهم مع الإقبال المتزيد هذه الأيام بحلول شهر رمضان الكريم وضبط للأسواق لمنع احتكار أي سلع سالي سالم التلفزيون المصري